أهلاً أعزائي المشاهدين ما زلنا في نفس الموضوع حلقة رابعة أحقاً قال الله وموضوعنا اليوم كتير كتير شيق وكتير كتير حلو عن الديناسورات عندي سؤال دكتور ناجي هل الحفريات تحتاج إلى ملايين سنين حتى تتكون والشق الآخر من السؤال ليه الكتاب المقدس مش ذاكر اسم الديناسور بوضوح طبعاً ليه الكتاب المقدس من ذاكر اسم الديناسور لأن كلمة ديناسور كلمة حديثة اتقالت سنة 1841 واتقالت علشان تصف الحية أو السحلية المرعبة لكن في وصف في الكتاب المقدس للديناسور في أيوب أصحى 40 من عدد 15 وهنشوفه بس عايز أحطه على الشاشة الصورة دي الكتاب المقدس الترجم من اللغات الأصلية للإنجليزية في 1611 اللي هو معروف بكينج جيمز فدي الترجمة اللي ما كانش كلمة ديناسور موجودة زي كلمة كومبيوتر مش موجودة في الكتاب المقدس لأن كلمة كومبيوتر كلمة حديثة الديناسورات تم تسميتها في سنة 1841 بريتشارد أوينز وده كان راجل مسيحي عشان كده في 230 سنة بين الترجمة الكتاب المقدس للإنجليزي ليا كينج جيمز اللي في 1611 لحد ما كلمة ديناسور اتواجدت زي كلمة كومبيوتر دلوقتي تمام كلمة ديناسور اتوصفت في سنة 1841 عشان كده ما فيش الكلمة نفسها لكن فيه وصف لحيوان شبيه شبيه أنا فتحت على أيوب صحاح 40 تمام نتكلم عنه أنا بس حطيت شوية حاجات كمان 41 بالضبط 40 بيتكلم عن باهيموث 41 بيكلم عن لوياثان الحية القديمة فصح 40 من عدد 15 و 16 موجود هو ذا باهيموث الذي صنعته معك الرب بيقول له أننا صنعت باهيموث ده معاك يعني في اليوم السادس بيقول أنه بيأكل العشب مثل البقر فالأكل بتاع الحيوانات والإنسان كان نباتي في البداية يعني هذا ما يقدرش يدبح فرخة ويتغدى بيها يعني ما كانش فيه موت فالرب بيقول لأيوب هو ذا باهيموث الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه يعني رجليه وبطنه هو دولة القوة بتاعته يخف الزنابه كأرزة زي شجرة الأرز الزنب بتاعه والديل بتاعه كبير وطويل جدا جدا والأرز يعني بيتكلم على العظم والطول والإتفاع الزبط والفخامة للاسف بقى في بعض التفسيرات في الكتاب المقدس اللي الحتت اللي في نهاية الصفحة يقول لك وهو يشبه الفيل أو الخرتيت علشان مش قادرين يقولوا الديناصورات كانت موجودة مع الإنسان لأنه ده مخالف لنشوق الارتقاء قادي الفيل ودي الدل بتاعه الديل ده لا يشبه أرز لبنان ده دل صغير أوي الخرتيت قادي الدل بتاعه ده مش وصف أرز لبنان قادي شورة شجرة أرز لبنان قادي إيه كبيرة ده لا ينطبق على الفيل ولا على الخرتيت أو الفرس البحر ليه بقى الناس اللي حاولوا يحطوا الترجمات دي مش الترجمات التعليقات دي علشان يمشوها مع فكر النشوق والارتقاء العكس الفيل ديله أصير والخرطون الزلومة كبيرة تمام لكن الوصف اللي بيقوله الكتاب المقدس مختلف فلو حطينا ده الديل اللي هو بتكلم عنه كأرز لبنان ده حاجة اسمها البراكيوسورس من أنواع الديناصورات في حوالي بيقوله من خمسين لتمانين نوع من الديناصورات فيه حاجة اسمها البراكيوسورس ده الوصف بتاعه اللي بيوصف في أيوب والرب بيقوله بياكل العشب كالبقر كثيرا فاللي عايزة أقوله أنه عظامه أنابي بن حاس بالضبط ده القوة ده البراكيوسورس ففيه وصف للديناصور في الكتاب المقدس لكن الكلمة نفسها مش موجودة بعدين بقول هو أول أعمال الله بالضبط اللي هو يوم السادس خلق دبابات الأرض مع الإنسان والإنسان كان ليه سلطة عليهم فالحيوانات في الأول ما كانتش متوحشة التوحش حصل بعد اللعنة بعد السقوط وكانت الرب قال له أن هيبتك تكون على كل الحيوانات يطمئن لو انضفق الأردن في فمه يا تخيل من أوصاف كبيرة جدا وسودام بيعيش جنب المياه على فكرة البراكيوسورس ده وما تهددوش المياه بالأمواج الضخمة يعني الأردن وانت من منطقة دي لو الأردن بكل مياه ودخلت حواليه هو مش يخاف فهو حيوان قوي جدا لكن بيأكل إيه عشب مش مفترس موسيقى 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 اشتركوا في القناة